الحلم المصري بتاع احنا هنرجع كل شبر من ارضنا بكل الطرق في ارض رجعناها بالحرب 6 اكتوبر 73 وفرضنا سيطرتنا وهيمنتنا وقوتنا قدام العالم وهدمنا الاساطير كل اسطورة روجت تم هدمها في 73 وكمان عملنا ملحمة عظيمة وحنا بنرجع طابة بنرجعها بالمفاوضات وبالديبلوماسية وبالقانون الذكرى 33 لاسترداد طابة والعيد القومي لجنوب سيناء معانا على التليفون سيادة اللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء لسه مش معانا على التليفون بس احنا في انتظار الاتصال مع السيادة اللواء اللي عايز ارجعه لك اللي عايز ارجعه لك عليه مرة تانية انت طول الوقت لا تتوقف لا تتوقف مصر واخدها مني جملة زي ما هي في اضعف حالتها قوية فاضعف حالتها قائدة للشرق الاوسط فاضعف حالتها يا رجل ده انت حتى في وقت المقاطعة العربية كنت برضو قوي في وقت انه اغلب الدول العربية قطعتها ومقر الجامعة نقل الى تونس وما الى ذلك وضع كان شديد الصعوبة على مصر سياسيا وبالمناسبة كانت مرحلة ايضا اقتصادية صعبة الى ابعد الحدود الى ابعد الحدود وبالمناسبة جي بعدها بكم سنة رحمة الله يا علي الرئيس الرحل انور السادات استشهد بعد ان قتل غيلة وتم اغتياله على يد الجامعات المتطرف وبرغم كل ده مصر فضلت قوية فضلت عندها القدرة طول الوقت وفضل طول الوقت الكل يلجأ لمصر ولا مرة ولا سنة ولا وقعة محدش لجأ لك ده معنى ايه معنى انه بجد انت تمتلك كل اسباب القوة الشطرة فين انك توظفها بالمظبوط احنا قعدنا 30 سنة ما بنوظفها ش صح 40 سنة يا عم قول اللي انت عايزه مش دي القصة المهم ان انت دلوقتي اصبحت بتوظف قدراتك دي وامكانياتك دي وادواتك دي كل النعم اللي ربنا ادهيلك اصبحت بتوظفها صح انا هسألك سؤال لما احنا النهاردة نقدر او قدرنا ان احنا نبني تقريبا 24 مدينة جديدة انت بنيت 7% جداد غير السبعة في المية اللي احنا عيشنا عليهم طول عمرنا دول واخد بالك طب مكنش من ميوم قبل كده ليه عشان ما كناش بنوظف ادواتنا مظبوط دلوقتي احنا بنعرف